مرحبا المتشبعين الكرام أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوتكم لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد إن شاء الله هذه أبرز العنوين مدرب المنتخب المغربي وليد الرقرقي يفاجئ المغاربة ويتراجع على اللقاء مهاجم اتحاد جد السعودي عبد الرزاق حمد الله عاد الناخب الوطني وليد الرقرقي إلى أراضي الوطن عائدة من الضيار القطرية بعد الزيارة خاصة قام بها من أجل الوقوف عن قرب على مقر إقامة أسود أطلس خلال فترة المونديالة وكان الرقرقي قد حل بقتر رفقة مساعده الأول رشيد بن محمود من أجل الوقوف على مكان إقامة أسود الأطلس تمهيدا للسفر إلى الدوحة للمشاركة في نهائية كأس العالم وسوف يواصل وليد الرقرقي مهامه بمركب محمد السديس بن معمورة من أجل إعداد اللائحة النهائية لللاعبين الذين سيدافعون عن قام بيس الوطني في العرس الكوراوي العالمي واكتفى مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الرقرقي بالاتصال بعبد الرزاق حمد الله من قطر حيث السافر لتفقد الملاعب والفناديق وباقي المرافق التي سيحتاجها أسود خلال فترة إقامتهم للمشاركة في كأس العالم في نوانبير ودوجنبير المقبلين وتراجع النخب الوطني عن زيارة حمد الله بالسعودية بسبب التزاماته في قطر خاصة أنه حارص على زيارة جميع الملاعب المباريات والتدريب والفناديق لاختيار أفضلها وأقربها لمقر إقامة النخبة الوطنية شكرا على حسن المشاهدة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله